انا بس عايز اقول لكم ان ال 160 مليار جنيه او 150 مليار جنيه رقم كبير مش كده؟ طبعا طب هو النهاردة ال 15 محطة رفع ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بناخد المياه في عكس الانحضارة الطبيعي مش كده دكتور مصطفى؟ تماما يعني التحدي كان ايه؟ اي حد بيدوره ان يعمل مشروع زي كده يدور عن المياه ما يبقاش فيه تكلفة في نقلها مش على قد الترع لا على قد محطة الرفع اللي هتفضل شغالة 24 ساعة عشان تاخد المياه مش كده ولا؟ تمام يا فن ويجي الدكتور شاكر عايز حق الكهرباء اللي احنا يعمل خطوط كهرباء يتوصلنا لل فين الدكتور شاكر؟ ويقعد الدكتور شاكر يغلبنا ويقولك انا مش حامل لما تديني الفلوس وبتاعه وده مشروع كده يعني عشان ال 15 محطة دول يتعملوا احنا عادنا مع الشركات اللي بيجيب الترمبات عشان نفصل معهم في تمن حاجتنا في تمن ايه يا هاب؟ في تمن الترمبات تمن حاجتنا اللي بنجيبها لبلدنا عشان ناخد احسن حاجة باحسن سعر كل يعني الموضوع ده لو احنا بنعمله من غير حوكمة ممكن نوصل لمتين مليار جنيه ولا انا بقول لا تماما لا صحيح احنا نزلنا اسحار كتيرة جدا وكمان دخلنا يعني ساتك طلبت الناس وقعدت معهم وكمان التخفيض بصراحة كان فوق تصورنا مبلغ قلب طريقة احنا مش بنكلم هنا انا بتكلم ان احنا يا مصريين شوفوا الحاجة بتتعمل ازاي المواصل اللي انت بتشوفوها دي بنفاصل مع الناس وبنقلل التكلفة عشان المشروع بالاجمال يبقى تتخفض المقاولة كلها تتخفض المنتج اللي بيتجاب العمل اللي بتعمل على الارض المحطات الترمبات اللي بتترفع شبكة الكهرباء والمحاولات اللي بتخش هنا عمل كبير قوي قوي فوق يعني فوق الخيال والله وانا ايهاب حيشرح بطريقة وحتوصل لكم يعني لكن انا عايزة خليكوا تفرحوا بقدراتكم تفرحوا باللي بتعمل اللي بتعمل ده والله العظيم حلم وكرم كبير قوي من ربنا علينا عشان نعمله مش كده اهاب بقى ان احنا نزرعه بقى ان احنا ايه نزرع فنان نزرع بقى تفضل